هذا هو الجزء الرابع من تفسير البرهان لسيد هاشم البحراني منشورات مؤسسة الأعلمي صفحة 534 الرواية عن علي ابن إبراهيم ابن مهزيار الأهوازي ينقل هذا الكلام عن إمام زماننا وقصة علي ابن إبراهيم ابن مهزيار مذكورة في كتبنا معروفة فماذا يقول له إمامنا الحج صلوات الله وسلامه عليه ألا أنبئك بالخبر إنه إذا قعد الصبي وتحرك المغربي وسار العماني وبويع السفياني يأذن الله لي فأخرج بين الصفا والمروة في الثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً سواء فأجيء إلى الكوفة وأهدم مسجدها وأبنيه على بنائه الأول وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة وأحج بالناس حجة الإسلام وأجيء إلى يثرب وأهدم الحجرة وأخرج من بها وهما طريان فأمر بهما اتجاه البقيع وأجيء إلى يثرب وأهدم الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وآله ومن دفن معه بعد ذلك وأجيء إلى يثرب وأهدم الحجرة وأخرج من بها وهما طريان فأمر بهم اتجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورق من تحتهما فيفتتن الناس بهما أشد من الفتنة الأولى فينادي مناد من السماء يا سماء أبيدي ويا أرض خذي فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد أخلص قلبه للإيمان قلت يا سيدي ما يكون بعد ذلك قال الكرة الكرة الرجعة الرجعة ثم تلا هذه الآية ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا موطن الشاهد هنا الرواية بحاجة إلى شارح وإلى تفصيل لست بصدد الحديث عن تفاصيل هذه الرواية موطن الشاهد هنا فيفتتن الناس بهما أشد من الفتنة الأولى الفتنة الأولى المراد منها فتنة السقيفة كما عبرت الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من عيون أخبار الرضا إن الفتنة بهما ستكون أشد من فتنة العجل والسامري فالمراد من هذا العنوان الفتنة الأولى فتنة السقيفة هذه الفتنة حين تتحرك في الوسط الناصبي القضية مفهومة لكن حين تتحرك هذه الفتنة في الوسط الشيعي وسيتأثر بها الكثيرون الروايات فصلت الكلام بحيث أن أنصار الإمام الحجة سيتأثرون بها حتى أنصار الإمام الحجة الروايات هكذا أخبرتنا لو كان الحديث عنها لبصت القول فيها لكنني بالإجمال أقول هذه الفتنة ستتأثر بها الشيعة بشكل كبير